بغتاف مستمر وشعارات موحدة انطلحت مظاهرات في عموم مناطق الشمال السوري ضمن جمعة اطلق عليها الناشطون اسم ثورة لكل السوريين رفعت شعارات تنادي بوحدة الشعب السوري ووحدة المطلب باسقاط النظام والوقوف مع المحافظات السورية كافة لتعد هذه التظاهرات الأكبر منذ العام 2013 ضد النظام السوري حراك يقول الناشطون انه جاء في الوقت المناسب وقت يعاني فيه النظام السوري من أزمات اقتصادية خانقة وانهيار مستمر للديرة السورية لم تقتصر المظاهرات المناهضة للنظام السوري على مناطح المعارضة بل انتدت لتشمل أكثر من منطقة في البلاد وكانت السويداء نقطة انطلاقتها لقرابة أسبوع يتظاهر أهالي السويداء بهتافات الثورة الأولى فالمدينة تعد مركز ثقل في الجنوب السوري وقد أكد مشايخ الدروز في السويداء أن المظاهرات ستستمر حتى تحقق أهدافها المتمثلة باسقاط النظام السوري ورموزه وإخراج معتقلي الرأي في حين انضمت جارتها درعا ودير الزوري والحسكة وحلبا إلى ركب الحراك معلنة ثورة جديدة على خطى ثورة 2011 وللمرة الثانية شرارتها من الجنوب السوري خالد إدلبي العربي شمال سوريا